ولذا فإن أول شيء تفعله إذا أردت أن تصلي وبعد أن تتطهر هو أن تنوي بقلبك الصلاة لله تعالى ثم تتوجه إلى الكعبة بكامل بدنك في أي مكان كنت من العالم ثم ترفع يديك حذو منكبيك وتقول الله أكبر وهذه هي تكبيرة الإحرام التي تبدأ فيها الصلاة ثم تضع كفك الأيمن على كفك الأيسر ثم تقرأ دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم تقرأ فاتحة القرآن الكريم بتدبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم تقرأ ما تيسر لك من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم ترفع يديك للتكبير وتقول الله أكبر وتنحني بظهرك واضعا يديك على ركبتيك فارقا أصابعك ويكون ظهرك مستقيما ونظرك محل سجودك وتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم ترفع رأسك من الركوع واضعا يديك حذو منكبيك وتقول سمع الله لمن حمده وعندما تستوي قائما تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء الأرض وملء السماوات وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وتضع يديك على صدرك كما فعلت في بداية صلاتك ثم تخر ساجدا وتقول الله أكبر وتسجد على أعضائك السبعة وهي الأول الجبهة والأنف الثاني والثالث اليدان الرابع والخامس الركبتان السادس والسابع بطون أصابع الرجلين وتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وتكثر من الدعاء في سجودك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء وتجاث عضديك عن جنبيك وبطنك عن فخذيك وفخذيك عن ساقيك وترفع ذراعيك عن الأرض ثم ترفع من السجدة الأولى إلى الجلسة بين السجدتين واضعا كفيك على فخذيك وناصبا رجلك اليمنى ومفترشا قدمك اليسرى وتقول اغري وارحمني وارزقني وعافني واهدني واجبرني وتطمئن في جلوسك حتى يرجع كل فقار إلى مكانه ثم تسجد السجدة الثانية وتقول كما في السجدة الأولى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحو معتمي على ركبتين ثم تفعل كما فعلت في الركعة الأولى إذا كانت صلاة ثنائية أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة تجلس بعد رفعك من السجدة الثانية وتنصب رجلك اليمنى مفترشا رجلك اليسرى وتضع يديك على فخذيك وتكون يدك اليمنى مقبوضة الأصابع إلا السبابة فتشير بها عند التوحيد ثم تقرأ التحيات لله السلام عليك إلا الله وبركاته السلام عليك ولا عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم تدعو الله بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة ثم تلتفت يمينا وتقول